لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ايضا لم اجد ان البرلمان من حقه انه يسحب الثقة من الرئاسة للحكومة كيف رايح تؤسس لدولة هذا مش نظام شبه رئاسي المفروض نظام شبه رئاسي يعني جزء 50% برلماني و50% رئاسي من المفروض الرئيس عنده صراحيات عليا اما رئيس الحكومة يكون ينبثق عن الاغلبية البرلمانية وينفذ السياسة منتاع الحزب انتاع الكتلة انتاعه والرئيس اراه كين سياسات معينة رهي من صراحيات الرئيس لا تدخل في صراحيات الاحزاب مثلما ان يكون رئيس يسود ويحكم لحد ما يحكم 50% يتقاسم الحكم 50% مع الحكوم اما ان يكون اغلبية هذه غامضة بعد ذلك يقدر يستعملها كما يريد لماذا لم توضح ما معنى الاغلبية الرئاسي رئيس كيف يكون الرئيس يكون عنده اغلبية بالله عليكم كيفاش ايضا مجلس الامة يعين فيه الرئيس هو للاشياء ايضا نقطة اخرى تمنيت ان هذا الدستور يحل مجلس الامة لمجلس الامة لا قيمة له مجلس الامة فقط مجلس اخر يحدث هما عرادوا ان يحدث توازن داخل السلطة مش توازن في داخل الدولة الجزائرية توازن داخل السلطة الرئيس اذا فقد اغلبية برلمانية على الاقل تكون هي عنده اكثلث اللي عينه تخلق له توازن معناها القوانين اللي قد تمرر في البرلمان قد ينجح الرئيس اعاقتها ولا اعاقتها ما تمرش على مجلس الامة هذا ايضا مصاريف زيادة نحن في ازمات اقتصادية الجزائر تحتاج الى تقشف طروح كميزانية مجلس الامة مليارات ما الذي يجريه الجزائريون من مجلس الامة من مفروض مجلس الامة ما يكونش يكون مجلس شعبي وطني الحكومة تعين يعين الرئيس وزير اول من الاغلبية من الاغلبية المطلقة او انه يكون هناك تحالف تحالف ما بينهم وهما اللي قدموا المرشح انتاعهم والحكومة انتاعهم والرئيس يعين ويسمح ايضا للبرلمان بسحب الثقة من الحكومة الحكومة جاءت تعهدت به عرض السياسة العامة الاسئلة الشفوية للترسل الوزراء احيانا ما يجاوبوش عليها ويتجاهلوها وما الى ذلك من الامور معناها العبث اللي كان قايم في الدولة من قبل ما زال مستمرا ايضا نقطة في المادة 206 يتحدثوا عن المجلس المجلس الاسلامي الاعلى 206 خليني نشوفوها ياخي المادة هذه ماذا تقرأ نقرأها لكم بالتحديد تقول المادة في الباب الخامس الهيئات الاستشارية المجلس الاسلامي الاعلى هيئة استشارية لدى رئيس الجمهورية يتولى على الوجه الخصوص لحث على الاجتهاد وترقيته ابداء الحكم الشرعي فيما يعرض عليه رفع تقرير دوري عن نشاطه الى رئيس الجمهورية معناها انه شوف معناها جزء كلمة انه الاسلام شريعة تم دفنه نهاية معناها الدين الاسلام فقط عبارة عن مادة وانتهى الموضوع المجلس الاسلامي اما انك تستحدث مفتي الجمهورية او ان المجلس الاسلامي الاعلى ذا شرط فقط يبدي رأيه فيما يعرض عليه يعني اذا ما عرضت على شيء ما عندهش الحق يتكلم معناها الرئيس او الحكومة تتخذ اي شيء تتعارض مع قيم الاسلام ليس من حق المجلس الاعلى الاسلامي الاعلى انه يتحدث فيه لا هذا يجب ان تعطيه صلاحيات تكون انا مش انتعا تعلحث على الاجتهاد وترقيته الحث دور دور استشاري ليس له قيمة في حين نجد مثلا الوجلس الوطني لحقوق الانسان وعطوله مهام وعطوله كذا وكذا وكذا مش تعرف بانه امور التي تتعلق بالدين ليست لها قيمة اصلا في هذا الدستور لان من كتبه يؤمن بالعلمانية المتطرفة العلمانية كديانة مش كمنهج حكم او كسياسة او كمشروع كمنهج حكم نعم كمنهج حكم اذا من المفروض استحداث مفتي الجمهورية المفتي الجمهورية عنده صلاحيات معينة تعرض عليها القضايا قضايا الكبرى يفصل فيها ايها هنا مجلس اسلامي اعلى هناك وزارة الشؤون الدينية وزارة الشؤون الدينية تسير فقط المساجد وهذا دورها دورها فقط تسييري وتوظيف الائمة ومراقبتهم وكذا 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 وهنا المجلس الاسلامي الاعلى كهيئة استشارية مجلس الاعلى ها استحدث هذا المجلس الاعلى مفتي الجمهورية يجب ان يوافق اي اشياء تتخذ يجب ان تعرض على المجلس الاسلامي الاعلى او مفتي الجمهورية يوافق عليها اذا لم تتعارض الشرع وتعطيه انه اذا رفض شيء ما هذا المجلس لا يجب ان يكون عندما يقرر المجلس مثلا انه هذا الشيء يتعارض مع الاسلام لان الاسلام دين الدولة يجب ان يرفض ولا يؤخذ به ما عندهش حتى قيمة وان هي الهوية الجزائرية وان هو بيان اول نوفمبر وان هو الدستور النوفمبري الذي يحلم به الجزائريون اعتقد بان هذا كلام كله للاستهلاك كلام شعبوي لمدغدغة مشاعر الجزائرية لذلك اخواني انا لم اخذ كثيرا في الدستور كامل فيه كثير من الثغارات هذا ليس دستور نوفمبري هذا دستور بتفليقي اعده العرابة من قبل وجدده مجددا مع الرئيس تبون اما انه خداعه او ان الرئيس على علم الله اعلم لا ندري الحقيقة ولكن الشيء الوحيد الان او ايضا انه اختيار اول نوفمبر امر امر مرفوض لا يقبل لانه في هذا اليوم التاريخي الذي اندلعت فيه اعظم ثورة في هذا العصر انه تقرن هالي باي عمل سياسي هذا الدستور عمل سياسي عمل سياسي يقوم به رئيس الجمهورية من المفروض ما يكونش في هذا التاريخ ما يكونش في هذا التاريخ اصلا ولا يجب ان يكون وروح مثلا حتى المواد الصامتة حتى لا ننساها يتحدث لك عن المواد الصامتة شوفوا المواد الصامتة في المدة 223 لا يمكن اي تعديل دستوري ان يمس طابع الجمهوري للدولة النظام الديمقراطي القائم على التعددية الحزبية الطابع الاجتماعي للدولة الاسلام باعتباره دين الدولة العربية باعتبارها اللغة الوطنية والرسمية تمازيغث كلغة وطنية ورسمية هي اصلا هذه التمازيغث ركاين هناك تحفظات معينة ليس المجال والوقت تمازيغث كلغة وطنية ورسمية ادخلت بالدستور بطريقة غير وشرعية والان انت اعطيت دستور كل من المفروض هذه تستفتلي وحدها اذا وافق عليها الجزائريون بعد ذلك تستطيع تعملها مادة صميح نحن حتى هذه طريقة 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 يعني مفضوحة وواضحة ولا يمكن ابدا ان تخدم الهوية الجزائرية واذكروا جيدا ايها الجزائريون ما الذي سينفجر ما بعد العمل بهذا الدستور وسيعملون بهذا الدستور عشنا سنوات طويلة الجزائر عندها دستور كما كل رأس المحاولات ما يعملوش به ولكن اجزم لكم هذا الدستور سيعملون به لانه هذا هو الدستور الذي يراد لانه يراد بناء به جمهورية جديدة ليس على مقاص الحركة الشعبي ولا على المقاص النوفمبري بل على مقاص جهات اصلا تعرفونها وليس المجال للخوض فيه ايضا اخواني الجزائريين هذه بعض النظرة التي اردت ان اتحدث عنها هذا اليوم في هذه المداخلة في ظل هذا الوضع ونحن على مقربة ايام من يوم اول نوفمبر الذي من المفروض خرج فيه الجزائريون واطلق ورصاصة هل تقارن لهذا اليوم العظيم بالخروج الى صناديق الاقترام حتى اذا ما خرجوش وهذا خطأ وانا اقول لك المقاطعة تساوي نعم لهذا الدستور من يقاطع فقد قال نعم لهذا الدستور لانه هذا الدستور اذا مر سيطبق وما كان حتى جهة يمكن ان تراجع هذا الامر للمهيئات الدولية ولا اي شيء اخر ومن يقول لكم غير هذا الكلام فهو يكذب عليكم فهو يريد تمرير هذا الدستور او انه يريد يصفي حساباته لازم ان يقول كل شيء لا اي شيء يعطي للسلطة نافرض انك لا تعترف بشرعية تبون ولاك تعترف بهذا المصار ما تخليش العبث بهوية الدولة الجزائرية ما تخليش العبث بالدولة الجزائرية لما يدفوتلك هذا الدستور وتبقه ماذا ستفعل انت تريد اخراج الجزائريين الى الشارع لكي يطعنوا في شرعي التبون او قريب يغلق عام ورح نبدأ العام الثاني اذا اخواني الكرام انا اتمنى انا ما تمنيت اصلا ان يكون دستوري مر ودائما عودتها الف مرة ونقول لكم دستور انجزة بسرعة ومرر بسرعة على مؤسسات غير مشروعة اصلا وغير شرعية هكذا والان وايضا تم اختيار هذا اليوم للأسف الشديد الجزائريون مجبرون غير مخيرين ابدا عليهم ان يخرجوا ويقول لا لهذا الدستور حماية لأول نظمبر حماية لبيان أول نظمبر حماية لهوية الدولة الجزائرية حماية لوحدتها الطرابية حماية لاستقلالها حماية لسيادتها ودون ذلك صدقون ستندمون حيث لا ينفع هذا الندل فمن يقول لكم انكم اذا خرجتم قلتم نعم بدلها لا اذا زورت السلطة روح قول لا روح قول لا لهذا الدستور وان حولته السلطة الى نعم فقد فتحت ابواب الجحيم عليها فهو اغتيال نهائي للحراك الشعبي الذي خرج فيه الجزائريون يوم 22 فيفري الى الشوارع رفضا لنظام بوتفليقة ومطالبة بالتغيير ومطالبة بدولة حقيقية دولة مؤسسات دولة عدالة دولة حريات دولة تكافأ فرص بما لا يتناقض مع قيم اول نوفمبر الراسخة والكل تعرفونها اذا اخواني الكرام هذا ما اردت ان اضيفه مازال هناك الكثير من الكلام سنتحدث عنه باذن الله تعالى في مداخلات اخرى الى ذلكم الحين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله